مين من اللعيبة اللي انت شايف هكابتن رامي? اللعيبة دي why shalit الاهلي في البطولة دي يعني لعيبة كيت مميزة. وكلهم كانوا نجوم زه ما انت قلت من شوية. بس مين اللعيبة اللي فجأك مستواهم او فجأك تأسرهم مع النادي الاهلي في الموسم دي اوي في البطولة دي تحد? طبعا الشيناوي اه. عاب من ام بيرستيواء حسين. ونص فملعة بالناد الاهلي. وبيلات كايم اه. اقوى خط في النادي الاهلي هو نص cycle ولي فارق مع النادي الاهل في كل مبارياته نص ملعبه مشاء الله هي مش الثلاثة الاربعة به السلية سلية كان بيلعب على فترات بس سلية برضه ليه تقولو في نص ملعب بخبرته صح لكن الفارق مع النادي الاهل في كل مبارياتWAY او الا دوري ولا كاس والا اي حاجة نص ملعب فارق مع مالي ديانج حبني فتحي ومروان عاطية خبن ديالج ومروان عطية فارقين السلية مبلعب فارقين جداً نص الملعب ودي أهم حاجة في أي فرقة أن أنت يكون عندك نص ملعب قوي يفرق معك جدا فالنادي الآلي فعلاً اللي فارق مع الفترة اللي فاتت هو نص ملعبه محمد عبد منعم أنت كنت قبل كده قلتيني أنه محمد عبد منعم المدفع كويس وكل شيء بس نقصه أو يعني ما يبقاش عنده سكة زيادة شايف محمد عبد منعم دلوقتي تأثيره وقوته وأهميته في النادي بدأ يكتسب خبرات يعني بدأ الماتشاط بدأ تعمله سيقال في أداءه بدأ يحس أنه هو 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 قائد خط اتفاعة دلوقتي يعني هو هو الوحيد اللي بيلعب والبقى بيغير عليه لكن هو كان عنده مشكلة واحدة بس هو كان لسه صغير فلسه كلنا كنا كده يعني فما بتطلع ببقى لسه أولنا ما عندكش خبرات ممكن تضرب لعيب من غير كورة ممكن لكن هو الوقت بدأ يكتسب خبراته طبعاً زي مرامي قال من الناس اللي شالت خط الدفاع بنانادي الأهلي هو لعب أغلبية الماتشاط هو الوحيد اللي سابت لا طبعاً يعني أنا أتمنى له أنه يحترف الفترة دي أنا أحسن فترة لي يحترف طبعاً طيب بالمناسبة لو سألتك من من اللعبين اللي في الجيل ده لو سألتك من اللعبين اللي في الجيل